هنقف عند عمر? لا ازمة السكر يا جماعة ازمة مهمة جدا. يعني حلة في البلد كلها. الناس بتنكت لما يقوله ازاي يقوله زي السكر في الشاي. اه قدراتي بيقوله ازاي مش عارف. يقوله ازاي يقوله الدروك الجاي. مفيش بقى زي السكر في الشاي. مفيش سكر يا جماعة. فيدخل لأستاذ خيري رمضان. استاذ خيري رمضان. بيتكلم عن ارتفاع اسعار السكر والشاي. اوا ايه ده? خير رمضان اودان انا حتة تانية. قال مش بس السكر يا طويل العمر هو اللي سعره زيت ده كمان الشاي ده المزاج كله الضرب فبيقولك يا سيدي اللي بيلعب في مزاج المصريين او مع مزاج المصريين بيبقى بيلعب لمواخزة في عداد عمره او كمقايا نشوفه طيب لو روحنا لمزاج المصريين وما اقدراكم اللي يلعب في مزاج المصريين يبقى بيلعب في عداد عمره ماينفعش تلعب مع مزاج المصريين كوباية الشاي دي الكوشة دي مزاجنة مع سجارة اللي غلطت رغم ان هما وقفوا شوية بالنسبة للسجاير المصرية لكن السجاير غلط فبقى الوحج البدخن بيجيبها وهو مكروب بس اهو لما اشرب كوباية شاي هتتعدي المزاج لاتن الشاي بقى فيه لعب الشاي علشان المقاطعة اللي تمت لمنتج عليه اسم اجنبي رغم انه بتصنع في مصر وامال مصريين وانا اتكلمت بدا كتير يعني تلعب في المزاج المصريين مش كفاء لعبت في العيش والعيشة واللي عايشينها وسوتهم على المصريين بتلعبوا كمان في مزاج المصريين انا حب ابشرك يا خيري ان الناس ما عندهاش مزاج الناس بقى عندها احتياج الناس ما بقيتش في مصر بتطلب حاجة للرفاهية ولا كوباية الشاي بقت عند المصري زي الزمان اللي هو ايه لما يجيله دوف يقول له او ما اعمل شاي والما تقومي تعملين شاي يا مبراهيم لا 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 الناس يعيني بقت مشياها على حد وعالقد عشان ما عادش فيه الناس بقت مكسورة قدام عيالها طبعا فيه ناس بتسمعني الوقت تقول لي انت بتبالغ ايوا بيه انت انت باشا انت كويس وضعك كويس انا بتكلم عن عموم الناس اللي حضرتك مش اخد بالك منهم والله العظيم فيه ناس ملاقيا والله العظيم فيه ناس وضعها صعب يمكن حضرتك بتشوفهم بس مش شاغلين بالك دول بيتواصلوا معانا اهلينا في الشارع السواد الاعظم الشعب المصري فاكر زمان زمان كانت الناس بتقول كده مثلا محدش بيبات من غير عشان الست تحية كاريوكا الله يرحمها لما قابلت حسن مبارك في التسعينات او تقريبا في اواخر التمانينات قالت له في عهدك الناس جاعت وبقت بتنام من غير عشان طبعا اللي يبص على تحية كاريوكا انها راقصة وبس وبتطلع في افلام وبتلالها تحية كاريوكا كانت يسارية وكانت ناشطة سياسية وكانت ستة مصرية اشرف بكتير من النغبة السياسية اللي موجودة دلوقتي عملت هرتل والطنطن والطبل للحاكم الفاشل الظالم اللي يعني فيه كلام كتير قوي على خياناته والادلة بالهبل تحية كاريوكا لو عايشة دلوقتي تخيل كانت قالت له عبدالفتاح السي سي ايه ازا كان مبارك في التمانينات وبداية التسعينات قالت له الناس في عهدك جاعت وبتبت من غير عشان اللحمة كانت بتلاتة جنيه ونص يا ترى لو تحية كاريوكا عايشة دلوقتي كانت قالت ايه العالم صلحي اظن انها كانت اصدرت له اصواتا بمدود غير نهائية يفهمها الشعب المصري بفرسته ويبعى بقريته المعودة طيب ناقب الفلاحين بقى بيكلع هوب يضرب كورسي في الكولوب عشان يقولك انتو متحملين على الدولة اهو مصر على بعد خطوة واحدة من الاكتفاء اكتفاء الزتي من السكر يعني بسم الله الرحمن الرحيم تتخط العتبة الخطوة الجاية حنوصل للاكتفاء الزتي من السكر كلام ده اللي قاله حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب عام الفلاحين ها اخدش بالك قال ان مصر على بعد خطوة والهي خطوة اه هنكتفي من السكر يا جماعة ان شاء الله وحيوصل انتاجنا من السكر اتنين وتمانية من عشر ميون طن من السكر سنويا واحنا استهلاكنا يا جماعة تلاتة او اتنين من عشرة يعني كل القصة فاربعة اه اربعة من عشرة مليون طن يعني حوالي نص مليون طن لو عمالنا النص مليون طن وده هنبقى زي الفل واحنا طب ما بنزرعوش ليه من زماننا هم اسئلة المحرجة بقى ما السيسي بقاله عشر سنين اهو في الحكم وما كانش في قزمة سكر قبل كده آه هو انتو عايزين تقولوا ان المية اللي نقصت وقلت في موضوع سد النهضة اثرت على زراعة السكر سكر اللي هو قصب السكر في الصعيد والبنجر في شمال مصر في كفرة الشيخ والبحيرة والمناطق دي فده بدوره قلل انتاجنا من السكر قصدت كده اه اكيد قصدت كده ملاش حال تاني ما هو المفروض انه لما يكون في حكومة بتخطط ووزار التخطيط تعمل ايه بتقولك واحنا كنا سبعين مليون بنستهلك كذا السنة الجاية حنبقى خمسة سبعين مليون فلازم نزود استهلاجنا فلازم نزود المساحة اللي بتتزرع منطق طبيعي انما لما تبقى ماشية كده اديها من عندك كابرينس وهي هتقول فنوصل لللي احنا فيه دلوقتي